كالعادة احنا اولا انت شكرت الناس كلها و احنا بنشكرك يا كبت سيد على كل ما قدمته 12 سنة مستمر في العطاء نجحت كل على فكرة طريقة الكلام بتعكس شخصيتك الشخصية موزونة متزنة عارف كل كلمة رايحة فين وهو يستحق لان عصير العمر ايوه احنا مش يتكلم على سنة و مش عارف ايه لا ده راجل قعد مدة طويلة جدا في مكان يحقق النجاحات و حتى يتحمل مسؤولية بعض الاخفاقات والحمد لله مش كتيرة لكن كان يتحداها من واقع مسؤوليته في الفرقة النموذج سيظل علامة في مكانه مبسوط انه هو كان في هذه اللحظة يشعر بالرضى يشعر ببرده لا يضيع شيئها بقى استاذ فراهيم اخلص 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 ها حقك حاجي لك اه 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 الناس شايفاك واولهم النادي الاه المسؤول النادي الاه لو تذكر كلمة الكابتن محمود الخطيب حتى في حفل الاحتفال بالوطلات اشادة اه بالكابتن سيد لان هي دي طبيعة العلاقة ايه ما هيش مبنية على صراعات ولا خلافات ولكن رؤى ومراحل اه 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 كابتن سيد اه اه يعني استحق و اه اه زي ما شكرت الناس كلها احنا كمان بنشكرك ده كلام مهم جدا لانه الحقيقة سيد عبد حفيز واحد من خريجي هذه المدرسة الادارية المتميزة يمكن هو لما تكلم تكلم على السمات المميزة لمدرسة الاهل الادارية واحنا لما بنتكلم في جزئية الادارة يا جماعة انت شوف مدرسة بهذا الانضباط في العمل الاداري ازاي تقدر تخرج كوادر متتالية والحقيقة كابتن صالح كالحريص جدا على الجزئية ديت وكابتن حسن كالحريص جدا على الجزئية ديت وكابتن الخطيب حريص جدا عليها انك بستمرارة يا باش واندس تقدم كوادر جديدة تطمنك على المستقبل اللي جاي انا بس عادي اقول الناس حاجة اه اصعب حاجة في الدنيا يا جماعة يعني انت احيانا تقول هو ليه ما يعني ما بيتجيبوش مش عارف ايه انك تلاقي 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 الشيء ايه اللي انت بتدار عليه ايه وتلاقي تقول ايه هو ده ايه في مقدمتهم الكوادر ايه بحيث ان انت تؤهله لان الكادر ده هو مسؤول عن تنفيه السياسات واحيانا بفكره المتطور ايه قد يكون رائدا ايه وقد يكون مبتكرا انه يضيف سياسات ايه تفيد مكانه ايه انك تعطر على مثل هؤلاء ده يشأنهم شأن اللعيب اللي انت عايش تجيبوه وعارف انه حيوفق ايه ودي اصعب عملية انك تجيب باللعيب اللي انت بيتقال ايه عايزين كذا عايزين كآه بس هو لما هيجي هيعمل ايه ايه في دنيا البشر لا يمكن التنبؤ ايه بالنجاح والفشل الا من سمات معينة اه الكوادر الرياضية جماعة تجهزها والعصور عليها من اشق العمليات ومن اخطر المسئوليات اللي بيحرص عليها النادي الالي وده اللي بيخليك تحقق او تعزز مفهوم اجيال بتثلم بعض يوم ما بتلاقي كدري بتبقى سعيد جدا واحد تقول ايوه هو ده يكمل بقى اه لان دلوقت انت كمان في عصر متشابك المصالح انت ممكن تلاقي واحد زكي مصقف عنده انه هاو لكن عنده طموحه الشخصي يقولك انا ايه اللي يجبلي في النادي الالي ويحبسني في اطار الانتماء ده وانا اقدر انطلق وعمل حاجات تانية اوسع واحيانا بتكون موجود في حياتة في تطوع ازاي وفي عصر المسئوليات الهائلة المادية انك تلاقي ناس تتطوع في بعض المراكز المهمة وانك انت تتحدد قوي 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 دور كل واحد يعني ما تيجي تقول ايه انا مش عايز مدير كورة يبقى له علاقة بالاعلام اه انا مش عايز اعلام يعني ايه يعني ما تبقاش مهنته يطلع يحلل ويطلع فهم ازاي وليه ها وجهة نظر فدي بتحرمك حتى من ايه من كوادر اعلامية مهمة ايه ازا كان عندك هذي الملكة بتحب تستفيد منها ام وانا ارى ان يعني كان جزء كبير جدا من سمات الكابتن سيد انه احيانا وهو لا يعمل بالاعلام كان الجملة بتاعته بتلف وبتدور وتبقى مقالة او بتبقى شيء الناس بتحتفظ عنها هذه الصورة الناس كلها تكلمت عنها الكابتن سيد اول ما دخل الحفل رقم مباشرة مع الكابتن الخطيب والاستاذ العمري فاروخ الطربيجة بتاعت.. مسئول النادي فهه... عملكة.. ولاد النادي كلهم والكابتن الخطيب في النهاية مختظن كل ولاد النادي اللي نادي الما أوله فوق الجميع او اساس أبراهيم مشىكلة مشاعرنا ومصالحنا وجهة نظرنا واقتلافنا لأن فكرة الصح والغلط ما بيقيتش محددة زي زمان طيب أقول لك صحيح أنا فاكر كويس في انتخابات 92 نوفمبر 92 العدد كان كبير مع الكابتن صالح ودخلين انتخابات صعبة جدا وتقريبا الكابتن ما قفلش القايمة وإنت ساعتها نحط شعار عايش لغاية دلوقت الأهل فوق الجميع أنا متذكر أنه كان ولادة هذا الشعار من عندك في الحملة بتاعت الكابتن صالح هو كان له مناسبة هو الكابتن صالح قال إزاي انتوا تبقوا 17 واحد معايا وإحنا عايزين عشرة هتسقطوا بعض فلازم سبعة يتنازلوا فحكماء الآي ليه اخترحوا نقدم 17 اعتذار ونديهم للكابتن صالح مع لجنة الحكماء يختاروا منهم القايمة يقطعوا عشرة ويقدموا السبعة الزيادة هم اللي حيختاروا فوافقنا كلنا واحد قال يا جماعة أنا حلتزم معاكم بأي حاجة بس أنا عندي فرصة ليه تحرموني منها كابتن صالح ساعة الداي قال خلاص تنزله كلكم إزا واحد نزل كلكم تنزله إزا واحد لم يقبل خلاص ما نحركش حد فقلت له كابتن ما تقلقش مش هنسقط بعض هننجع بعض قال إزاي قلت له كابتن صالح هننزل تحت شعار الأهلي فوق الجميع جميعنا إحنا كلنا هنروح للناس نقولهم أدي إحنا سبعتاشر اختاروا عشرة مننا لمصلحة الأهلي لمصلحة النادي الأهلي اللي هي فوق الجميع واللي هنحس أنه هو ماشي هو اللي هنتكه عليه يوم الانتخابات وقد كان وده اللي حصل بدرجة إن إحنا طبعا هذا الشعار على المطبوعات بتاعتنا أنا عندي حتى لسه مطبوعات الشخصية وأنا فاكر كان وراء قيم على اللوحة وراء كابتن صالح في الندوات فهم بعد كده أخذوا الكلمة لأنها كانت يعني كلمة يعني معبرة وليها تأثير إن إحنا إزاي يعني مصالحنا الديقة ما وصلتناش إلى حد التنافس المضر وقد توصلنا إلى حالة من التناغم والتعاون اللي فيه نوع من التضحية أنا على فكرة أنا ما نجحتش في الانتخابات دي جيت مدير نادي يعني طلعت الحداش وأخذ بالك فما كانش المهم المهم إن إيه إن كابتن يبقى معاه من السبعتاشر دول العشر اللي هو عايزه وكان هذا الشعار وهذا المبدأ اللي يجب أن يعيش بين كل الأهلوية أن يكون الأهل فوق الجميع فوق جميع أبنائه فوق جميع مصالحهم فوق جميع اختياراتهم تعظيم قيمة الأهل ومصلحة الأهل فوق جميع أبنائه هو ده الهدف التاريخ هنطلع للفاصل وبعد الفاصل كلام مهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة